هذا الكتاب أثر دجة في أوروبا وقد كشف وبين مستندات كيف تمول قطر الجماعات المتطرفة في الغرب وتحديدا جماعة الإخوان المصنفة على قوائم الإرهاب بعد نشر الكتاب فتح ملف قطر للمنظمات الإرهابية في البرلمان الفرنسية واستجواب النواب وزير الداخلية عن نشاط هذه الجماعة ورموزها في فرنسا أكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية متأكذة تماما لمحاولات تمويل المنظمات المشبوهة في فرنسا لكن صد الكتاب وصل إلى دول أوروبية أخرى ففي لكسنبورغ استجواب النواب حكومتهم بشان ما كشف عنه الكتاب من معلومات خطيرة لكسنبورغ استجواً أنه قد رحشدها في تحديد صورة سنقاعها في فرنسا تحديد من تحديد من إسلام هذه الجماعة من في فرنسا على فرنسا وفي فرنسا وفي فرنسا وفي فرنسا في الفرن المشبوهات على هذا الجماعة محاولة فسرائية إلى جمع المشبوهات أيضا من ذلك الملجى المتجرسل تقول عنه يتحمل أن القديم بthinkoped عنه تجلس جدا في المسلمية وهو تشترك أن يتحدث عنه الحلابات existe نعتقد أنه هو وعندية الأ40 التي يؤذرها منذ محطة لأنه تعرف ميد منه والعطار وعندها والعشران ان تشترك دفع إلى هذا الفوضى وإردته يكون هناك مباشرة الآن للعضب إلى ذلك الملجى تداعية كتاب أوراق قطر في أوروبا لم تنتهي بعد فقد أفار عاصفة من الجدل وكشف عن حجم التهديد الذي تشكله قطر وجماعة الإخوان التي تدعمها خصوصا وأن تاريخ جماعة الإخوان يؤكد أنها لطالما كانت حاضنة لأخطر التنظيمات المتطرفة هذا الشاب كان من الإخوان ظهر في أول أمره الإخوان من خلال نقاشاتي معك وتحضيري للحلقة وقرأتي في فكركم صدمت بشيء هو أن فكرة القاعدة لا يختلف كثيرا عن فكرة الإخوان المسلمين الذي وضعه حسن البنة والذي صاغ كثيرا من أفكاره سيد قطب بعد ذلك